في أخبار الساحرة المستديرة فاز المنتخب الأولمبي اليمني على فريق الإسماعيلي المصري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جرت ضمن استعدادات المنتخب لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في العراق في الفترة من الثاني عشر حتى العشرين من مايو الجاري سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم محمد الدحي في الشوط الأول وكان المنتخب الأولمبي اليمني تعادل الجمعة مع فريق الزمالك بهدف لمثله اشتركوا في القناة